اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حسمها لتدائم صفوفه في الفترة الاخيرة الحقيقة يمكن وده على لسان امير توفيق مدير التعقدات في النادي الاهلي اكد ان كل الاخبار اللي تم تدولها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الالكترونية المتخصصة في الرياضة والمتعلقة بصفقات هيجريها ويبرمها النادي الاهلي سواء ببيع لعبين موجودين في قيمته بالفعل او سواء بشراء لعبين من الخارج غير الصحيحة على الاطلاق اخبار عارية تماما من الصحة وانه الاهلي كعدتوا وده يمكن شيء مش جديد وكل الاهلوية عارفين والاهلي ما بيفتحش الملفات دي ولا بيعلن عنها الا في نهاية الموسم بشكل كبير بعد ما بتكون لجنة التخطيط اشتغلت وبعد طبعا ما لجنة التعقدات او ادارة التعقدات برئاسة امير توفيق وبالتنصيق طبعا مع مجلس ادارة النادي الاهلي يكونوا حددوا بشكل كبير بعد ما يعودوا ويسمعوا لتقييم مستر موسيماني المدير الفني طبعا اللي مازال حتى اللحظة في خضم مشوار في منطقة الصعوبة ومنطقة العنف وانه الاخبار دي وخدوا بالك حضراتكم وخصوصا كمان انا بكلم مش بس جماهير النادي الاهلي الصفحات كمان المعنية بالنادي الاهلي وجماهيره انها تتحرط دقة قبل ما هي تكون سبب كمان في نشر الاخبار المغلوطة دي لانه خدوا بالكم احنا في توقيت في منطقة الاهمية واخبار من النوع ده ممكن الى حد كبير تأثر بشكل عنيف على استقرار الفرقة وماعتقدش ان احنا في مرحلة تسمح باي هزة تأثر على استقرار الفريق وهو مقبل على طبعا البطولة الاهم والبطولة الاكبر والبطولة الحلم النجمة العشرة في لقائين صعبين جدا مع واحد من الاندية المرشحة الحقيقة بقوة لتحقيق اللقب هو الترجي التونسي وحضراتكم على فين يمكن يكون ده دربي من اشهر دربيات شمال افريقيا الاهلي والترجي سجل حافل من مواجهات الحقيقة وبعد كده يكون عندنا ان شاء الله بعد ما ربنا يكتب لنا الخطوة دي بالنجاح يكون عندنا المباراة الاهم في نص شهر يوليو وهي مباراة التتويج بازن الله مباراة نهائي دولي الابطال الحقيقة احنا في